السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وابناتي طلبة طالبات الصف الاول السانوي ان شاء الله النهاردة هنبدأ نحل الاسئلة اللي احنا كنا وضعناها في الدرس الاول حسب طلباتكم ان شاء الله احنا ادينا فرصة عشان نفكر انا ما حلتهاش على طول على اساس في بعض الناس ايه تقول يا مستر انت عملت اسئلة وحلتها على طول وطبعا احنا ادينا فرصة الوقت تقريبا يعني حوالي يوم او اتنين عشان نفكر نبدأ مع بعض كده وبالراحة نحل الاسئلة اولا الاسئلة اللي عندنا السؤال الاولاني السؤال الاولاني اي من الادوات الاتية اعطيني ادوات مرسومة هي الباب الاول او الدرس الاول بمعنى صح في رسومات في جداول في كلام كتير يعني مش اسئلة دي خلاص ليه لانه بيعتمد هل انت او انت شفت الادوات دي في المعمل هل انت وانت بالذاكر او انت وانت بالذاكر شفت الاداة ديت وعرفت استخدامها ايه واسمها ايه خلاص يبقى ده المحتوى اللي احنا بنقول عليه تمام يبقى الوقت هنا المحتوى معناه ايه ان انا ابص المادة اذاكرها فيها قانون فيها حل مسائل فيها اجهزة لان الاجهزة دي بتترسم فعلا في الامتحانات الجديدة الامتحانات الحديثة امتحانات اوبن بوك عاطيني الاشكال يبقى لازم اعرف اسمها يبقى اي من الادوات الموضحة تستخدم في قياس حجم الحمض حجم الحمض ديت يعني ممكن يبقى فيها مخبار مضر اه لكن لما قال لي اللازم لمعايرة ولذلك ساعة ما كنت بقرأ لكم الاسئلة ركزت على كلمة المعايرة دي مرتين تلاتة وقلت خلاص كفاة كده لان الاجابة ايه هتظهر كلمة المعايرة يبقى سحاحة وانا مغمط طب انا عرفت السحاحة من انا يا مستر هو ده المحتوى العلمي اللي المفروض نعرفه في الكيميا ابص للاجهزة واسمها ايه وشكلها ايه ووظيفتها ايه كلمة معايرة في الكيميا من الان لغاية ما نخلص جامعة يبقى سحاحة على طول هي اضق ما يمكن لاني بتحكم فيها بدقة يبقى السؤال الاولاني رقم واحد رقم واحد نتوقع ان هي هتبقى ايه? الف. نيجي السؤال التاني وركزوا فيه برضو عشان في بعض ناس هتتكلم في بعض الاسئلة كده ازاي? اي من الادوات الاتية تستخدم في تعيين حجم? واحد ونص واحد وعشرين ونص ملي من سائل بدقة. طيب واجب لي حجم اهو? تمام. المخبار المدرج يستخدم في قياس حجوم السوائل. ده كلام مية في المية. ولكن في النظام الجديد في بعض حاجات دقيقة وفي حاجات ادقة. يبقى ادقى في الاجابة ايه? يعني ممكن طلب او طلبة تقول لي الوقت من مخبار مدرج يستخدم في قياس الحجوم صح? ولكن الاستاذ اعطيني ايه? واحد وعشرين ونص يعني ايه? يعني مش هتتحل ولا تتعالج ولا نقدر نحسبها الا بالسحاحة. لان السحاحة اعلى دقة من المخبار المدرج. المخبار مدرج له مواصفات للقياس. لازم يكون الرؤية عن مدى الافقي. ما بصش من فوق ولا بص من تحت. والكلام ده موجود في الامتحانات بالمناسبة. يعني في بعض اسئلة في الامتحانات. عطيني شكل المخبار المدرج. ويقول للكراءة الصح فين. مخبار مدرج له قاعدة هنا طبعا هقول انه بتعطي في المعمل. من غير ايه? حامل. بصوا المنظر كده. بعمل لي كده. ما هو ايه? بصوا كده المنظر التقاعر ده. ها? يبقى الوقت هنا ها. هننظر من ايه? من مستوى الافق. ما بصش من فوق. وما بصش من تحت. يعني ايه بصوا فوقوا من تحت. ممكن المسطر اللي بشرح لكم في الكمية يكونوا واقف على مدرج عالي. في معظم مدارس الصبورة او البنش اللي المسطر او الاستاذ بشرح فيه الكيمية عالي عن مكان الطلبة. عشان ما حدش يجي نهية الادوات ويكسر حاجة. او يعني ايه? يصيب البنات او الصبيان بقى اضرار. لان الكلام ده ما فيهش الزار. فموضوع عدم المدارس وعدم عودة المدارس وعدم الحضور ده. ما عادتش بتأكد هزا الكلام. يعني الحاجات ده هي يعني اول ما نخش معامل كيمية اه فيه شروط. يوم مستوى رايزين نشارك. اه نشارك بس بحذر ما مسكش اي حاجة. ولزلك في القاعدة معروفة في الكيمية ان اي مدرس يمسك لان بوبة من غير ماسك قدام نفسه او قدام الطلبة مع احترام ليه? مدرس كيمية. مدرس كيمية. وده احنا مرة قلناها في فيديو كونفرنس. خلاص? يبقى الحاجات ده هنا اخد بالنا في حذر. مش اي حاجة كده. طب المخبار مدرج برضو اللي خلانا نقف عند الجزئية دي ايه? المخبار مدرج. ليه يا مستر ما اخترتش رقم الف? لان الف اه بيقيس حجوم الايه? السواء. ولكن ليس بدقة. يعني ايه بدقة? يعني فيها نص ولا ربع ولا تات ربع? لا السحاحة اللي تشتغل. السحاحة اللي تدخل وتقول انا موجودة هو وانا اكسر دقة منين من المخبار مدرج. رقم اتنين قلنا هتبقى رقم ايه? دال. عشان الوقت. طيب يلا معايا السؤال التالت. الجزء الموضح بصراحة السؤال ده انا مرة جاوبته في حلقة من الحلقات. في بعض بنات وشباب يعني ما حاولوش يفهمهم الاجابة. ازاي مستر? ازاي? معلاش? بصوا كده. في كمية كوليسترول في الخانة التانية. عاطيني كوليسترول تمانية تلاتين تسعين عشرة. اللبن كمية اللبن اللي هي تمانية وعشرين جرام فيهم تمانية ميلي كوليسترول. يفهموا الجزئية دي مهمة جدا. يعني في بعض ناس اختاروا بيه? قالوا تلاتين على تلاتين فهل واحد. لا. ما بتحسابش كده. ما فيش حاجة اسمها تلاتين على تلاتين فهل واحد. ده تلاتين جرام من اللبن فيهم تلاتين ميلي من الكوليسترول. معلاش? معنى كده يعني ايه? ان الجرام الواحد في واحد ميلي. وده اعلى قيمة عندنا هنا. اعلى قيمة عندنا هنا. اذا المريض عنده نسبة الكوليسترول عالية ممنوع يقترب من ايه? ولا بي ولا سي. يعني كده انت قلتلي الاجابة دي اه? يبقى الاجابة عندي ايه? دي. يعني ايه دي. بصوا كده دي كده. احسبها لكم باقي طريقة زي ما انتم عايزين. بصوا التمانية عاشين ديه والتمانية تمانية عاشين جرام يعني ايه? تم تجيب نص التمانية عاشين كده اربعتاشر جرام. فيها كام? اربعة مل. طب السبعة جرام فيها اتنين مل. ركزوا كده. ركزوا كلها من الكلام. دي نسبة عالية. يعني ايه نسبة عالية? نبص لاي حاجة تاني. نبص التلاتين والتلاتين احنا قلنا الواحد جرام اتضح ان فيه ايه? واحد ملي. نسبة عالية برضو. طيب. المية تمانية وعشرين فيها تسعين? عالية جدا. طب التلاتة والتمانين فيها عشرة? طب نحسبها كده بطريقة سهلة خالص. تلاتة وتمانين اعتبرها تبانيين. يبقى الاربعين فيهم كام? خمسة. ركزوا كلا معاي. العشرين جرام فيهم اتنين ونص. العشرة جرام واحد وربع. واحد وربع. طيب الخمسة جرام شوفوا انا بجيبها لكم ايه? بالتالي اهو. الخمسة جرام من اللبن فيها يعني سبعة من عشرة. اقل نسبة فعلا. يبقى الاجابة عندي هتبقى ايه? دي. طب اديع طهالف في ايه? في الف ولا بيه ولا جيم ولا دال? يبقى اطالف ايه? في جيم? ازا الاجابة في الرقم تلاتة ايه? هتبقى جيم. ياريت نفهمها باي طريقة. اي طريقة? خلاص? عشان الحاجات دهيت فيها تكات يا جماعة امتحنات. وما اقول تكات امتحنات انا عارف فقول ايه? خلاص? رقم اربعة. قلقيت كورتيني متماسلتيني. تماما في الماء. في المخبار المدرج. ركزوا تاني. تاني. اداني. كورتين. الكورتين ده همت زي بعض. متماسلتين في الماء. في المخبار المدرج. يبقى في عندي اتنين مخبارة هم. حدفنا كورتين. فارتفعه. القيات كورتين متماسلتين تماما في الماء في المخبار المدرج الف. فارتفع مستوى سطح الماء كما في المخبار رقم باء. يبقى الف قبل ما نحدف الكورتين كانت عند اربعين. طيب يبقى ما حدفنا الكورتين بقوا عند كام? خمسة واربعين. منين يا مستر? هو انت حافظها وبتقولها كده? لا طبع. بصوا كده ما بين الاربعين والخمسين كام? ها? عشرة. طب نص العشرة كام? خمس. يبقى الوقت ارتفع الماء لما حدفت الكورتين في المخبار اللي فيه مية واللي كان حجم اربعين سنتيمتر مكعب. بقت كام يا جماعة? خمسة واربعين. بيقول لي ماء حجم الكورة ما قال ليش حجم الكورتين. لو قال لي حجم الكورتين كانت هتبقى خمسة. يعني الف دي غلط. ليه? لان حجم الكورتين معا كام? هما متماثلتين. حجم الكورتين معا كام? خمس. اقسم على اتنين? يبقى اتنين ونص. اتفهمت ازاي جات? نبص ونفهم. يبقى رقم اربعة هتبقى ايه? باء. يلا السؤال الخامس? السؤال الخامس. اراد احد الطلاب. اجراء تجربة. يتم فيها قياس الزمن اللازم لزوبان اتنين جرام. ركزوا في الكلمة دي كده. يعني فيه جرامات يبقى لازم ايه? ها? ميزان حساس. بد رقم واحد عشان نغشش بعض ونفهم كده. ما نجاوبش على طول. مين الماغنيسيا? يبقى فيه جرامات يبقى مطلوب ميزان حساس. تماما فيه ميت ميلي من حمض الهايدروكلوريك. ما الادوات? فيه حجم يبقى مطلوب ايه? مخبار مدرج. ما الادوات اللازمة لاجرائها? يعني ايه? اراد احد الطلاب اجراء تجربة. يتم فيها قياس الزمن. يبقى محتاج ساعة اقاف. بدأنا نوصل للاجابة. يبقى قياس زمن يبقى مطلوب ساعة اقاف. فيه حجم مطلوب مخبار مدرج. ها? ماشيين معايا? طيب وبعدين. ايه اللي لسه? الميزان حساس عشان فيه جرامات. يبقى نبص كده ساعة اقاف. تمام. لانه مطلوب زمن. مخبار مدرج? لان فيه حجم عندي. ميزان حساس? لان فيه جرامات عندي. اتنين ايه? جرام. يبقى الاجابة رقم خمسة هتبقى ايه? ها? رقم دال. خمسة هتبقى رقم ايه? دال. نيجي لاخر سؤال ان شاء الله النهاردة. الشكل المقابل يمثل مقطع من سحاحة. ومخبار مدرج. هارفين مقطع يعني ايه? قطعين حتة. ودي حتة سؤال فني وجميل. ويا ريت يا ريت يا ريت نفكر فيه كويس. وبالراحة خالص. الشكل المقابل هو فين الشكل ده? نوضحها الكاميرا كده كويس. الشكل ده قبل الجدول. اهو. تمام. باين عندنا اهو في الكاميرا. فيه شكلين مقطعين. اش ما نقطعناهم? عشان مش هقولك ومش هقولك الكاس ايه? ويه? المخبار مدرج ايه? او السحاحة ايه? لان ده جزء من سحاحة وجزء من مخبار يا ترى نيفهم. وذلك بن قوسان كاتب لي ايه? بدون ترتيب. يعني ما قاليش الاولنية سحاحة او الاولنية مخبار مدرج. لأ. الاتنين دول حتة قطعناهم بس عاملين ارقام. احنا عارفين في ملحوظة هي ان السحاحة الكراءة من فوق وانت نازل تحت. يعني التدريج بدأ صفر في السحاحة من فوق. طيب ما هي ده حتة فنية. ما هي ده حتة محتوى علمي. حتة واني بذاك رمسك الورقة والقلم وسبتها في دماغي. الكاس بدأ من صفر من تحت. ازا الكراءة تصعوديا في الكاس تلاتين اربعين خمسين صح. ده كاس. يبقى انت اكدت ان ده كاس? اه ابدأ شغلي بقى. لان عمل الجدول فيه خانة فيها كراءة السحاحة. وفيه خانة كراءة المخبار. والاتنين مع بعض. ولذلك شاب قوله كده. او مراعاة للقطر. ولا لي علاقة بالقطر. ان لي علاقة بالكراءات اللي عندي. اي من الاختيارات الاتية تعبر عن الكراءة الصحيحة. لازم حاجتين مع بعض. لان الجدول جايب لي الخنتين مع بعض. يعني كراءة السحاحة يا اما تكون الف. يا اما تكون باق. يا اما جيم. يا اما دال. يعني كراءات متوفقة مع بعضها. طب نبدأ نشوف كده يلا. كراءة السحاحة. فين هي السحاحة? اتفقنا السحاحة على كراءة منين? ها? من فوق ونتنازل. يعني من صفر واحد اتنين. يعني السبعة وعشرين ديت. اه دي صحاح. ده درق اه او مخبار مضر. لان نبدايته من القاعدة من صفر. طيب الراحة خلاص بقى كده. طب ما تيجي نشوف الدرق كده الاول? او المخبار مدرج الاول? المخبار مدرج عندك تلاتين اربعين اتنين واربعين. خلاص? هل هي اتنين واربعين? لا. كل شرطة من دي باتنين بالمناسبة. رركز كنا نعمل ازاي? ها? ده اربعين اهي. اتنين واربعين اربع واربعين. يبقى الخانة اللي فيها اربع واربعين هي اللي صح. ركزوا تاني. يبقى استبعاد تألفوا ايه? وباء. عرفت من هنا يا مصدر? احنا قلنا تلاتين لو عدنا كم خانة في النص اربع خنات. يعني كل تدريج من ده باتنين. كل تدريج باتنين. ايه سبيتالي يا مصدر. اده اربعين. اتنين واربعين. اربع واربعين. ستة واربعين. تمانية واربعين. خمسين. ركزهم دي حاجات مهمة جدا جدا جدا. وبقولها مرة واتنين وتلاتة واربعة. يا ريت نحاول نفهم المحتوى العلمي. خلاص? اه انتو طلبين اسئلة نظام حديث تمام فوق دماغي. ولكن ما تقودش تقول لي اسئلة واتدرب عليها وانا مش عارف السححة يعني ايه? وانا مش عارف يعني المخبار مدرج يعني ايه? وانا مش عارف المصة باستخدمها في ايه? ولا انا عارف النسب بتاعة الايه? القياس. لازم اكون فاهم يا جماعة. ولازم اكون عارف انا بقرأ الكراءة ازاي في المخبار المدرج? في الوضع الافقي. ليس من اعلى وليس من اسفل. اتفقنا من اعلى زي اه استاذ البنش عالي عن الطلبة. الطلبة تحت شوية. اه? المستر ماسك المخبار المدرج? ويقول للطالب او طالبك رأيه. ورفعه للمخبار فوق كمان البنش كمان. يبقى احنا هنا في الحالة دهية بنبص من اين? من اسفل. لان المخبار المدرج اعلى منك واعلى منك. طيب مدرس تاني نزل بقى في المعمل وهو بتمشى كده. وبيوري الطالب او الطالبة المخبار المدرج. ويمنزله تحت خالص. بيقول للطالب او الطالبة اقرأ اقرأ. ده غلط. وما لا اعمل ايه? لازم مستوى الافقي. نظري يكون عندي ايه? المستوى الافقي بتاع ايه? القراءة. ودي مسلتها لكم الوقت. تعالوا بقى عشان الوقت. قلنا الف وباء خلاص مع السلامة. قدامي يا جيم يا دال. طب خلاص ده. قلنا المخبار المدرج خلاص. عرفنا منين? ان التدريج من اسفل لاعلى. طب السحاحة العكس. بداية الصفر من فوق. طب تعالوا بقى نشوف بقى القراء. يا طرى جيم ولا دال? بصوا المنزر ده سبعة وعشرين. ها? وما وصلناش للتمانية وعشرين. يبقى دال دي ملغية. من غير ما اقول لكم الباقي بقى. لان معلاش? بصوا كده سبعة وعشرين. عدوا معايا كده سبعة وعشرين. التدريج هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني. يبقى انا عند الاجابة سبعة وعشرين وتمانية من عشر بالنسبة الايه? للسحاحة. ازا الاختيار في رقم ستة يبقى ايه? جيم. يا ريت نبص كويس جدا. ونفهم المحتوى العلمي. ده الدرس الاولاني. ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة. اللي مشتركش معانا في قناتنا يشترك. ونضغط على الكل عشان يوصل لنا كل جديد. والناس اللي بتقول ما بنشوفش الحلقات. ندخل على قوائم التشغيل. موجود فيها الحلقات الجديدة. وموجود فيها الحلقات اللي من شهرين تلاتة. محدش يقول لي ده عدة شهرين تلاتة. لا دي حلقات جديدة. خلاص عشان في بعض ناس بيبصوا للتاريخ. لو تاريخ كده يقول لك قديم. او يقول لك قديم. لا مش قديم. هو نفس المنهج ونفس الشرح ونفس الاسئلة اللي احنا بنقولها. خلاص عشان الناس اللي ماشية وسبقانة يشتغلوا. كله يشتغل بازن الله. اللي عايز يمشي معانا خطوة بخطوة واستب باستب ما فيش مشكلة. خلاص نبدأ ان شاء الله في الحلقات القادمة الدرس التاني. وطبعا انا عندي المول مشروح اللي هو الباب التاني. مسائل على المول. مسائل على النسبة المقوية. يعني الناس اللي سابقة وشغالة. ما تقولش المسطر متأخر. لا الحاجات ده مشروحة وبالتفصيل. وعن النظام الجديد. والاسئلة والمسائل عن نظام الجديد. يعني ما حدش يقول لي ده مشروحهم تلات اربعة خمس شهور. ست سبعة شهور. لا المنهج جديد ومشروحة ومسائل. كله عن نظام الجديد ان شاء الله. نبطل هذه الخاصية او هذا الطابع في الكلام. خلاص. لا نبص التاريخ ولا حاجة. موجود في قناتنا كله جديد. ما فيش حاجة قديمة. حتى لو عد عليها تسعة شهور جديدة. وكاتب عليها النظام الحديث وحطيتها في القوائم الجديدة. خلاص. مستر مصطفى رجع بيحييكم مدينة الضميات الجديدة. الى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.